بدوره يحمل النائب عبد الرحيم الشمري القيادات العسكرية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق الغربية والصحراوية بسبب عدم وجود قوات كافية لمسكها مؤكدا الحاجة لنشر فرقة عسكرية للسيطرة على الأمن هناك أنا تكلمت في عدة أماكن عن هذا الموضوع أعتقد كانت الفكرة عند رئيس أركان الجيش وسيد الفريق عبدالأمير يار الله بأنه تتحرك الفرقة العشرين إلى المنطقة الغربية اللي هي المشكلة الحقيقية موجودة في هذه المنطقة لمساحاتها الكبيرة للجزيرة خالية من السكان ولكن يوم أمس جاء الأخ الفريق جمع عناد قائد القوات البرية وكان التوجيه عنده بأنه يروح فقط لواء إلى هذه المنطقة أنا أعتقد لواء يضيع في هذه المنطقة ما يسوي شيء أنا رايح أشوف الأخوان عتبي على رئيس أركان الجيش السيد الغانمي وعتبنا على عبدالأمير يار الله اللي اعتبره أهل الموصل من أبناء الموصل يعني لما كان له من دور بارز في عملية تحرير الموصل عتبنا بأنه تارك هذه المنطقة علماً أنه هو رأيه ورأي السيد الرئيس أركان بأنه فرقة تتحرك إلى هذا القضاء اشتركوا في القناة